موسيقى وإلى تقريرنا التالي وضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان الفنون الإسلامية نظم متحف الشارقة للفنون وتحت شعار أفق عدة مشاركات متفردة من المعارض والأعمال الفنية البصرية للفنانين الغير مسلمين بمشاركة أحد عشر دولة تميزت بالإنجاز الفني الإبداعي البصري تفاصيل هذه المشاركة نتابعها في هذا التقرير يعد بهرجان الفنون الإسلامية الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بحكومة الشارقة علامة فارقة في الفن الإسلامي حيث أعاد المهرجان الألقى لهذا الفن العريق مبرزاً ومسطراً مكانته العريقة في تاريخ الساحة التشكيلية العالمية ومستقطباً المشاركات العديدة بأطيافها الواسعة لمختلف فنان العالم موسيقى يحتضن متحف الشارقة للفنون تحت شعار أفق في النسخة الحادية والعشرين لمهرجان الفنون الإسلامية العديد من المشاركات المتفردة من المعارض والأعمال الفنية البصرية للفنانين الغير مسلمين الممثلين لمشاركة أحد عشر دولة من إجمال عشرين دولة من مختلف ألحاء العالم حيث تنوعت المنجزات الإبداعية الفنية البصرية ما بين أعمال تركيبية تفاعلية وتصوير ورسم وميكس ميديا وعروض فيديو موسيقى تتشارك المنجزات الإبداعية بتوليد الدهشة لدى متلقيها حيث تستقطب الجميع بطرحها البصري حول المفردة الجمال أفق حيث تأتي جميع الأعمال الفنية مترجمة لها سابحة في خيال فضاءاتها اللامحدودة مقدمة الزخم الجمال الجامع بين ثراء المضمون والشكل بمختلف الأحجام وطرق العرض المبتكرة عوالم بصرية بلحظات إبداعية استثنائية انبثقت من الخيال واستندت إلى الحدس الفني لمبدعها حيث تبرز في الأعمال الاستخدام التقني الإبداعي والذي يكسبها القيمة الجمالية في الزمان والمكان معا ليتجلى جمال كل عمل فني بالدمج بين الموهبة والمادة لتنشر حالات ومساحات واسعة من التشبع الإبداعي بأفقها الفني الممتد حياكم الله مشاهدينا وما زلنا مع مهرجان الفنون الإسلامية الذي يعد حدث فني دولي متخصص في الفنون الإسلامية تنظمه دائرة الثقافة في حكومة الشارقة بشكل دوري مرة في كل عام بتوجيه ورعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعى بهدف ترجمة رؤية الشارقة في تأصيل الفنون الإسلامية وترسيخ حضورها على الساحة المعاصرة وعكس حيويتها وعمقها التعبيري كلغة فنية عالمية وخلال شهر متواصل وتحت شعار أفق احتفت الشارقة بتجارب فنية دولية ومعارض عدة لتختتم فعاليات الدورة الحادية والعشرين بالاحتفاء بالمنجز الإبداعي الإسلامي عن ختام فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية يسرنا الترحيب بضيفة الاستوديو الاستاذ فرح قاسم مسؤول مهرجان الفنون الإسلامية أهلا وسهلا ونورتينا الله يخليك أهلا بيك ومرحبا حياة شلا في البداية نتحدث عن مهرجان الفنون الإسلامية والذي يأتي تحت شعار أفق ما دلالات هذا الشعار؟ طبعا نحن في كل دورة من دورات المهرجان الواحد وعشرين نصلت الضوء على جانب من جوانب الفنون الإسلامية فكانت هناك دورات متعددة للمساميات والشعارات صلتنا عليها الضوء لكيف هي هذه الفنون الإسلامية من ناحية الممارية والخاط والزغرف وحتى الروحانية فارتقينا في هذه الدورة أنه يكون شعارنا أفق هو كيف للفنان يفتح أفق للمتلقي وأساس المشهد الفني الجمالي هو الخيال كل فنان يتخيل تأتي الفكرة أو المشهد الجمالي على أساس الخيال الفني وأيضا أهم مشهد خيالي خلق رب العالمين هو الأفق ساعة الغروب وساعة الشروق طبعا وأكيد أيضا يفتح أفق للمتلقين غير منتهية هذه الأفق المجال الواسع ومفتوح لجميع خلنا نقول الإبداعات وخيالات الفنانين على مدى شهر من الزمان تم هذا المهرجان يعني خلنا نقول بكثير من الفعاليات التي تخللت هذا المهرجان لكن نتحدث عن الأهداف التي يمكن وضعتوها وهل تم تحقيقها ما هي هذه الأهداف طبعا مثل ما قلت لك هو نريد أن نوصل أن الفن الإسلامية أو الفن الإسلامي هو فن حي وموجود وخلال الواحد وعشرين دورة الحمد لله في كل سنتين ثلاثة إلى خمس سنوات نضع استراتيجية ونحقق الهدف فعلا من ناحية الارتقاء بالذائقة الفنية من ناحية الفئات المجتمعية حتى الفئات العمرية كيف يتقبلون هذه أنواع الفنون لأنها فنون معاصرة ومتنوعة والطروحات التي يقدموها الفنانين متنوعة فكل هذه هي أهداف تحققها المهرجان بالتأكيد مثل ما نرى الآن على الشاشة أيضا هناك يمكن استخدام التكنولوجيا أيضا في الجماليات الإسلامية نتحدث عن هذا الجانب أغلب الفنانين في هذه الدورة استخدموا التكنولوجيا الإضاءة والصوت وعروض الفيديو مثل هذا العمل الفني للفنان السعودي مهنة شونو هو يتكلم عن العشيرة أغلبها هم ساجدين وكيف يكون التواصل بينهم وكيف هو المركز القبلة وأيضا الفنانة اسمها أبا هميم استخدمت المنمنمات مع الكولاج تجميع الورق وكيف طلع من عند عمل فني متكامل بالاستعانة إلى أبيات شعرية صاحبة العمل طبعا الخامات المستخدمة وطروحات الفنانين كانت متنوعة وهذا أيضا من أهداف المهرجان كيف من مواد بسيطة أو مواد غير متوقعة استخدموها الفنانين لكي يضعون أعمالهم الفنية أو أفكارهم ومشاريعهم يعني يمكن خلنا نقول يمكن الفكرة السائدة عن الأعمال الفنية يمكن الواحد يتصور للوحة مثلا في برواز لكن الآن الأعمال ما شاء الله طلعت من هذا البرواز وصارت متجسمات مثل ما نشوف واستخدام أيضا الأضواء والتكنولوجيا وأشياء إبداعية صراحة جميلة لكن هناك أكثر من ستمية نشاط في هذا المهرجان نتحدث عن هذه الأنشطة هي نجمعت ما بين النشاط والأعمال المعروضة في أماكن المهرجان طبعا متنوعة ما بين المعارض وعروض الفيديو والورش والمحاضرات وساحات الخارجية هذه كلها الحمد لله اجتمعت فيه خلال هذا الشهر وخلال دورة الـ 21 للمعروض نفت مشاهدين تفاصيل أكثر عن هذه الأنشطة ذكرتي تنوعت ما بين محاضرات وورش عمل وورش العمل تخللت تنوعت ما بين أننا استضفنا أيضا خطاطين ومزغرفين وفنانين مختصين بالفنون الإسلامية استضفناهم في مرافق الدائرة بيوت الخطاطين ومركز الخط وأيضا متحف الخط مختصين بالخط والزغرفة والمنامنمات وفن الأبرو والفنانين التي استضفناهم أيضا من أغلب المدن الإسلامية مثل مصر والعراق وتركيا جميع هذه البلدان التي كانت أساس لمصدر الخط والزغرفة وهذه الفنون نعم مثل ما نرى الآن على الشاشة يمكن هذه جلسة حوارية محاضرة للأستاذة مونة مرعي من العراق تكلمت عن تاريخ الفنون وعن تاريخ الفن الإسلامي وربطته بالفنون المعاصرة جميل والمجال يمكن مفتوح للحضور بشكل عام كان لكل الدخول لكل الفئات ومجانا أيضا كانت المرافق والمتاحف والساحات القارجية وكل المرافق المشاركة كانت فاتحة أبوابها للجمهور نعم مثل ما ذكرتي هناك مشاركة كبيرة من المؤسسات التي يمكن احتفت بهذه الأعمال نتكلم عن هذه الجهات المشاركة نعم 25 جهة مشاركة معنا هذه الدورة طبعا هي مؤسسات محلية في الشارقة مثل الإيسيسكو وإدارة المتاحف وسجايا للفنون ودادي سيدات الشارقة ومراكز الفنون مثل المنطقة الشرقية كثير مؤسسات والحمد لله هذه الدورة كان لها دور فعال في المهرجان تعزيز التواصل بين المؤسسات نعم المؤسسات كان لها دور مهم وأيضا طرحة وطروحات جديدة كانت أيضا مثل اتحاد المصورين العرب وجمعية الخطاطين عملوا ملتقى الخطاطات الخليجيات وهذه الدورة الأولى ولأول مرة تكون للخطاطات الواعدات الخليجية نعم فكان أيضا ملتقى جميل جدا وأيضا الجمعية الخطاطين دائما تتعاون معنا جميع المؤسسات هذه الدورة أدت دور جميل والحمد لله كان الأصداء جيد نعم نتكلم عن دور هذه المؤسسات متمثل في كيف كان دورهم في أي مجال مثلا كل مؤسسة عملت تحت يعني حسب اختصاصها كلية الفنون عملوا معارض عن الماضي والحاضر المباني في الشارقة بين الماضي والحاضر أخذوا البيوت القديمة وكيف أصبح شكلها الآن جميل وأيضا عملوا الحديقة الإسلامية داخل كلية الفنون أيضا معارض كبير للأساتذة مع طلابهم للسنة الأولى والثانية من المشاريع أيضا المهمة التي شاركت معنا وواجهة المجاز المائية ويعني كثير أغلب مؤسسات المحلية في الشارقة كانت مشاركة هذه الدورة جميل جدا ذكرتي هناك الكثير من الفنانين الذين شاركوا في هذا المهرجان نتحدث عن أبرز المشاركين من الفنانين في هذا المهرجان في كل دورة نحن نسلط الضوء على تأثير الفن الإسلامي على الفنان الغير مسلم نعم فهناك تجارب مهمة وعميقة نحن كمسلمين نعم الشكل الإسلامي واللوحة الروحانية أصبحت عادة يومية لنا نعم وعملوا تجارب مهمة جدا من اليابان والبرازيل وأمريكا والأرجنتين وفنزولا وكولومبيا هناك لقطات جميلة نعم غولاي من تركيا نعم طبعا هذه عملت الفنانة غولاي أخذت الوايرز مع البراغي وعملت منها نسيج جميل دييغو من إسبانيا أخذ الحروف الأبجدية العربية أغلب الفنانين هم لأول مرة يزورون الشارقة وهذه مشاريعهم الفنية استخدموها في متحف الشارقة للفنون نعم وفعلا كانوا سعيدين بهذه المشاركة ألاحظ أيضا هناك أعمال تفاعلية صحيح نتحدث عنها مثل ما شفت قبل شوية فيها أعمال تتفاعل مع المشاهد نعم الجمهورية تفاعل مع العمل ويكون جزء منه صحيح تقاسيم استوديو والفنان الفرنسي جواني طبعا أغلب الأعمال هي تفاعلية لكن هذه كانت مقصودة كيف يكون المتلقي هو جزء من هذا العمل يتفاعل معه ويأخذ منه وهو هذا المطلوب كيف يفتح الأفق المتلقي صحيح بالعكس يمكن يصير فيه تواصل أكثر بين الشخص وهذا العمل صراحة أشوف نعم هذا هو واحدة من الأعمال التفاعلية أيضا هذا كل ما نضع قدمنا على نقطة يكتمل الشكل ألف شمس ألف شمس ساطعة اسم العمل وأيضا هذا عمل يتكلم عن الأفق بين البحر والصحراء وجميعها متخللة مثل هذا عمل رسم وإنعكاسه على المرآة يعني أغلب الفنانين تركوا بصمتهم ومشارعهم بشكل جميل جدا ويمثل شعارنا أفق صحيح ألاحظ أيضا عنصر الغرابة حاضر في بعض الأعمال حدثينا عن هذا الجانب يعني فيه غموض شوي في بعض الأعمال طبعا العمال الفلسفية والروحانية تحتاج إلى جهد للمتلقي أن يشوفها ويتفاعل معها وهذا إحنا أيضا مقصود لكي يصل العمل إلى المشاعر ويترك أثر وانطباع جيد للمتلقي يعني حتى من يطلع من المتحف في العمل يبقى في ذاكرته مأتفى فيه نعم وحتى المواد اللي استخدموها مثل الفنان بريك استخدم 75 ألف قطعة من الليغو لعبة الأطفال وعمل منها جدارية ما حد كان متوقع أنه هي جدارية من الزغرفة الإسلامية موجودة على الجدار بس يتقرب عليها المتلقي يشوف تفاصيلها يشوف ليغو في يذهل وأيضا الفنان المصري أحمد قشطة استخدم قلم الرصاص وعمل منها زغارف هائلة إسلامية من خامة واحدة اللي هي قلم الرصاص كيف عمل منها هذه الأفكار والزغارف بأحجام كبيرة في المتحف كانت أيضا من الأعمال اللي الجمهور كثير كان سعيد بمشاهدتها نعم مثل ما ذكرت الخامات تنوعت ويمكن صار فيه إبداع يمكن فيه خامة ممكن الواحد ما يلقي الهبال إنه ممكن في النهاية يتشكل عمل فني جميل حثينا عن أغرب هذه الخامات هي أقلام الرصاص شفت أنا بعد كذلك مثل خيوط يمكن السوداء أعمال بلاستيكية التفاعل يتكلم عن المتاهة كيف نحن من هذا السواد الشرايط السوداء في هناك داخل السواد نور كيف نوصل إلى النور وأكيد هو النور موجود في داخلنا صحيح هذه الأقلام الرصاص اللي نتكلم عنها وأيضا الفنانة اليابانية كل هذا العمل من الورق وأيضا قصدنا هذه الدورة أنه ليس فقط الفنانين التشكيليين يكون لهم أعمال فنية مثل الفنانة نجوم الغانم هي أصلا مخرجة سينمائية والفنان الإماراتي عبدالله المولة هو مهندس معماري كيف تمت مشاركتهم من خلال الأعمال المشاركة نعم بعثنا لهم الشعار وطلعوا عليه وبدوا يضعون الأفكار وطبعا عملنا أكثر من جلسة لتطوير هذه الفكرة وكانت أعمالهم من الأعمال الناجحة في المهرجان يعني هو الفن التشكيلي لا يقتصر على فقط الآن الفنان التشكيلي مثل نجوم فنانة سينمائية بالأصل والأستاذ الدكتور محمد يوسف ودمج ما بين المسرح والتشكيل والمهندسين المعماريين وأيضا المصورين والسينمائيين هؤلاء كلهم شاركة ومعانة كان لهم أعمال فنية في المهرجان بالفعل يفتح الآفاق للخيال والأبداع لكن بالإضافة إلى هذه المجسمات الموجودة هل كانت هناك مؤثرات صوتية مؤثرات تتعدى المجسم كل عمل أيضا رافق مؤثر صوتي العمل لا يكتمل فقط أصبح بالإضاءة أو بالنظر أيضا بالسماع أغلب الأعمال صاحبتها مؤثرات صوتية مثل الأذان ونبضات القلب يعني كل عمل كل فنان وضع ما يكمل هذا العمل من ناحية الصوتية نعم رافقتهم أهم مرافقة صوتية مكملة لهو مشاركة الفنان سامي يوسف بتسبيحات أسماء الله الحسنى سبحها خصيصا للمهرجان كانت أيضا مشاركة مهمة وكان سعيد جدا في هذه المشاركة كونه منشد وكان مصاحب ومكمل لعمل فني موجود أيضا في متحف الفنون وبهذه الطريقة يتم إشراك المشاهد بحواس الخمس ليستشعر جماليات هذا الفن يعني لما نتحدث عن الفنون الإسلامية يتبادر للذهن دائما الخط العربي بالفعل الخط العربي يمكن من أبرز الفنون الإسلامية ويمكن كان حاضر بقوة أيضا في المهرجان نتحدث عن هذا المجال صحيح هو أساس الفن الإسلامي هو الخط العربي والزغرفة كان هناك أكثر من 13 معرض موجود في ساحة الخط لفنانين مهمين خطاطين مهمين في مجال الخط العربي وفي الساحة الخطية أيضا وبأعمار متفاوتة هل تحضرت بعض الأسماء طبعا الفنانة التركية أمل تركومان هي مزغرفة عملت معرض لها ولطالباتها فكانت حب أن تعرض ليس فقط تجربتها بالزغرفة ولكن تجربة طالباتها فكانت تجربة مهمة جدا لأن وصلت طالباتها إلى مرحلة بالزغرفة موازية لها كأستاذة وأيضا أكيد مشاركة الدكتور أحمد مصطفى من مصر مشاركة مهمة وأحنا فخورين فيها لأنه أسم كبير وقام بالخط العربي وأيضا من العراق زياد المهندس وسامان كاكا وأستاذ محمد النوري ومصطفى العبيدي كل هذه الأسماء شاركت معنا الخط العربي هو أساس للفن الإسلامي نعم مثل ما نشوف الآن أيضا على شاشة بعض الأعمال نعم للفنان الدكتور أحمد مصطفى نعم من مصر وبريطانيا اختلفت يمكن حتى هل هذه مجرد لوحات أم أنها أيضا تدخلت الخامات يمكن الغريبة في الموضوع أم أنهم اقتصروا على اللوحات أكيد أعرض بخامات متعددة ما بين النسيج السجاد واللوحات وأيضا عمل تركيبي من الكريستال لأسماء الله الحسنى أغلب أعماله مهتم بأسماء الله الحسنى وهذا أيضا العمل للفنان الإماراتية فاطمة لوتا تتكلم عن المعراج وكي أخذت أهم مسجد في القدس وتهي تتكلم عن أساس الإسلام متين نعم صحيح ليس هو شكل خارجي فقط الجميل ولكن أساسه هو متين من الحديد ويجب أن نحمي الإسلام بهذه القوة بهذا الحديد هو عمل تجريدي أبستراكت وعطت الرمز للقبة وسمت المعراج هو موجود في واجهة المجاز المائية جميل وأيضا من الأعمال يمكن دعنا نقول الضخمة بالحجم يعني ما أخذها وأكبر أعمال المهرجان ارتفاعها تقريبا عشرة أمتار والقطر الدائرة أيضا 16 متر عمل كبير جدا ومهم للفنانة الأستاذة فاطمة لوتاو وأيضا عملت نقلة لأن هي أصلا رسامة جميل فقدمت معنا في المهرجان هذا العمل التركيبي الرائع نعم بالإضافة لهذا العمل هل هناك أعمال أخرى يمكن تضاهي هذا العمل من ناحية الحجم نعم للتوي ستوديو أيضا قدموا أعمال خارجية كبيرة يعني أغلب الأعمال هي ليست كبيرة فقط بالحجم ولكن بالمضمون والمعنى وطريقة تصنيع هذه الأعمال ممكن هو عمل أنت تشوفي صغير لكن جهده كبير جدا صحيح بفعل يمكن هذه الأعمال الصغيرة يمكن هي اللي يمكن تأخذ مجهود أكبر ذكرتي أن بمختلف الأعمار تمت المشاركة في هذا المهرجان يعني عرفنا أن الفنانين المبدعين أكيد حضورهم كان أساسي في هذا المهرجان لكن مختلف الأعمار يمكن يتبادر للذهن أن هناك مشاركات يمكن لأطفال أو أنه مبتدئين في هذا المجال هل كانت هناك مشاركات؟ للجمهور نعم مفتوحة لكل الفئات العمرية لكن نعم هناك فنانين مثل الفنان عبد الله الملة من الإمارات هو من الفنانين إن شاء الله سيكون لهم اسم كبير وشأن في مجال الفن واعد وصغير بالعمر وطبعا الفنانين كبار بالعمر لدينا فنان عمره 80 سنة ما شاء الله أيضا فنانين كبار بالقامة نعم مشهورين جدا لهم أعمال مهمة في العالم ليس فقط في الوطن العربي بالتأكيد وهذا يرجعنا مرة ثانية لشعار المهرجان أن الأفق كبير ويشمل يمكن شريحة كبيرة أيضا من محبي الفن ولكن الأعمال التي تميز بها هذا المهرجان تميزت بالمفردة البصرية وأحيانا السمعية خلقت صورة يمكن مبتكرة وجمالية مميزة نتكلم عن أبرز الأعمال التي استطاعت أن تجاري عناصر الأبداع المطلق يعني كل فنان كان مبدع بالطرح مثل الدكتور محمد يوسف دمج ما بين المسرح والتشكيل عمل خطوات متجهة إلى القبلة مصاحبة للأذان ووضع فقط مثل الشباك الصغير للمشاهد كيف يثير عند الفضول لمشاهدة وسماع مع هذا الأذان عمل خمس صلوات بأذان واحد كان من الأعمال كانت من الأعمال التي فعلا جذبت انتباه المتلقين هذا الدمج وهذا الإبداع والمصاحبة البصرية مع الصوتية كان لها طبعا دور مهم وأيضا الفنانين المشاركين علي شعبان وخالد زاهد من السعودية عمل تفاعلي مع نبضات القلب هما يتكلمون عن الخشوع كيف القلب يتم ينبض في الخشوع وعملوا رمز القبة وأيضا عمل تفاعلي سماعات كانت موجودة يعني هي أساس العمل الفني ويعني أغلب الأعمال مثل ما قلت لي حضرت سامي يوسف والفنان السعودي سلطان بن فهد أيضا جعل الأذان مصاحب للمنارات يتكلم عن كيف سابقا المدن الإسلامية أكبر بنيان فيها هو المسجد ومن الأفق تشوفين منارات هذه المدينة فيتكلم عن المنارات وكيف مصاحب لها الأذان جميل فكانت فعلا رائعة ومؤثرة بالنسبة للجمهور بالفعل يمكن الأذان يمكن دعنا نقول في صميم الثقافة الإسلامية وهم استخدموا في عدة دعنا نقول مجالات مختلفة ومثل يعني المصدر يمكن واحد ولكن أعطت أعمال إبداعية مختلفة لو نتكلم أيضا بما أن هذا الملتقى يمثل منصة لتلاقي الفنانين بالجماهير ويبدأ يمكن الحوار بين الجمهور والفنان نتكلم عن هذا الجانب من الفعاليات المصاحبة للمهرجان الرئيسية اللي هو الحوار الفني المفتوح ما بين الفنانين والجمهور والإعلاميين أيضا كان لهم دور مهم في هذا الحوار الفني نحن عرضنا أعمال الفنانين لكن نحن كنا أيضا نحب أن نسمعهم كيف يفكرون وما هو تاريخهم الفني هل هم من طلبة الفنون ما هي اهتماماتهم فكل فنان مشاركة تكلم عن تجربة الفنية بشكل عام والمهرجان بشكل خاص من لحظة استقباله للشعار ولغاية ما بعد الافتتاح كيف يفكر في المهرجان في الأفق والدراسة اللي عملها لأن مثل ما قلت لي حضرتك أنه أغلبهم هم غير مسلمين فعملوا دراسة خاصة من كل فنان حسب ما استخدم مثل الزغارف الإسلامية مثل الروح الإسلامية الأذان هذه كلها عملوا دراسة عنها علشان ما يكون العمل مطروح بطريقة غير صحيحة أو عليها ملاحظة لكن بالعكس كانت عميقة ومؤثرة الحوار الفني المفتوح كان مهم جدا وكل فنان ما شفنا فقط أعماله ولكن عرفنا هو كيف يفكر وما هي يعني أبعاد الفني وخلفياته وأبعاده ومشاريع القادمة السؤال يمكن الذي تبادر البهني من خلال كلامة ذكرتي أن مشاركات الغير مسلمين بحثوا في الثقافة الإسلامية علشان يقدرون يخرجون بهذا العمل الإبداعي ما الذي يميز عمل المشاركات الفنانين الغير مسلمين عن مشاركات يمكن الفنانين المسلمين لأن الغير مسلم يمكن هذا مجال يديد بالنسبة لأحتاج مثل تحضير مسبق لكن المسلم عارف وفاهم الحضارة الإسلامية هل تميزت مشاركات الغير مسلمين تميزت بنوع معين أم أنها اندمجت مع باقي الأعمال كانوا متوازين وكان الفنان المسلم مثل ما قلت لحضرتك أيضا أنه نحن متشبعين والحالة الجمالية موجودة منذ الصغر نشأنا ونحن الحمد لله مسلمين كانت موازية وكانوا فعلا كأنه هي الفكرة واحدة لكن الطروحات متنوعة المعرض كان كأنه خلية واحدة تشوفين واحد يكمل الثاني بالتنوع لأن الفكرة هي الأفق كل فنان ترجم الأفق الذي شايفه فما تفرقين بين أنه كان مسلم أو غير مسلم لأن حتى الفنان المسلم والعربي فعلا كان يوازي الفنان العالمي والأفق مفتوح لجميع المشاركات للأبحار والإبداع بخيالهم في هذا المجال كل الشكر والتقدير للأستاذ فرح قاسم شكرا جزيلا أنا أشكركم على الاستضافة شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين الكرام إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في أمان الله إذا فاتتك هذه الحلقة بإمكانك متابعتها في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي اشتركوا في القناة